موسيقى 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 احنا خلصنا المنهج كله وخلصنا كل الدروس بس محتاجين نطبق اللي احنا درسناه في خلال الترن فانا انصحك من دلوقتي هتلاقي عندك في نهاية الكتاب دول اللي احنا هنحلهم مع بعض بس انا عايزك تعمل منهم كذا كوبي يعني روح صورهم كده في المكتبة اكتر من نسخة هطلب منك هتحل الامتحان وتبدأ تقارن الانسرز بتاعتك بالانسرز اللي انا هشرحه عن في الفيديو بعد زي ما هتشوف وبعد كده بعد ما تشوف الفيديو ارجع حل الامتحان تاني اعمل كده في فاروح صور الامتحانات اكتر من نسخة وقارن اجابتك معي يأخذ اغ slavery واله. Be quite minded هصي foul ا احنا خذنا اربعة قبل كده وده اخر واحد وزي ما قولنا قبل كده الاسئلة اللي جنبي ه علامة quelques دي انا بنسخة بس نرجع عليها بسرعة احنا نرجع عليها بسرعة الانسر يعني نكمل الانسر بتاعتي هنا عندي multiply عايزني احول العلامة addition فهنا بالتفاقنا نشوف ايه اللي بيتكرر 5x3 معناها ان 5 اتقررت 3 مرات او 3 هي اللي اتقررت 5x فانا شايف هنا اللي بيتكرر هي 5 فانا يدوب هكمل هنا 5 طيب الفجر اللي قدامي ده الفراكشن بتاع الحتة المتلونة دي ادي ايه شوف هاو منيك شايد بارد فيه كم حتة المتلونة ادي 1 يبقى نكتب 1 نعدهم كلهم 1 over 3 ممكن تكتبها كده او ممكن تكتبها او ممكن تكتبها اللي اتنين زي بعض طيب 24 divide 4 اقوال كان طبعا في table 4 اللي يديني 24 هي 6 1 kg equal 1 over 2 ليه half plus quarter ايه اخذناها بلكده كده كده ليه quarter طيب the reading of the watch يعني عايزني اقرأ الساعة اللي قدامي دي انا شايف هنا ان ال 12 هي او كلوك وروح ابص على ال hours مين ديه دي 3 او كلوك جميل اوي طيب the month that comes after just after September اللي بيجي بالزبط بعد سبتمبر هو اكتوبر واتفعنا لازم تبقى حافظ الشهور in order يعني بالترتيب طيب another exercise بيقول لنا choose from the column A the suitable of the column B يعني اختار من A المناسب في B طيب هنا half kg عبارة عن ايه طبعا ما ينفعش than ولا 80 ولا 5 ولا greater than ولا 0 ولا 4 طبعا half quarter plus quarter equal half يبقى هيا دي number one طيب third و fifth مين الاكتر طبعا فيهم هي third يبقى هنختار علامة greater than بس الاول نكتب هنا الاول الاجابة برضو quarter plus quarter وهنا تبقى greater than فين greater than اهي يبقى دي number two بعد كده بيقول لي one hour and قلنا and يعني plus a third يبقى 60 plus third اللي هو 20 equals 80 فين ال 80 اهي يبقى دي number three هنا what time five equal 25 من table five ايه اللي بيديني 25 هي ال 5 يبقى ديه الانسر number four بعد كده zero times four equals zero لانه قلنا اي حاجة باي zero equal zero يبقى دي الانسر number five طيب what divide four equal four مش عارف حولها multiply بس يبدأ من النهاية يبقى four times one equal what equal 74 يبقى الانسر بتاعتك four وتبقى دي number six تمام طيب another exercise هنا بيقول لي choose the correct answer from those between the brackets هنا اول واحدة نحل دي الاول يبقى 10 plus 10 equals 20 واسق النفسي four times what equal 20 طبعا في table four اللي بدي 20 هي ال 5 يبقى الانسر بتاعتي 5 بعد كده one hour and quarter يعني 60 plus 15 equals 75 يبقى الانسر هنا 75 هنا دي one over three ودي one over four من الكبير طبعا one over three يبقى اختار greater than بعد كده two times five equals ten with twelve divide three equals four يبقى الانسر هي الاكتر هنا three times six equal two times what حل الاول لان انا بيسالك على two tables مختلفين يبقى three times six equals eighteen و two times cam يديلك eighteen في table two اللي يدي eighteen طبعا الانسر nine يبقى اختار nine هنا the first month of the hegera year اول شهر الفرست فانا ممكن يسال الفرست او ساعات بيسال اللي هو الاخير يبقى الفرست منث اول واحد هو ايه؟ طبعا محرم هو اول واحد ولو كان بيسال على اللاست اخر واحد كان هيبقى ذو القاعدة اللي هو اللي هو ذو الحجة بس طبعا مش موجود ذو الحجة في الاختيارات اه نشوف اكسرسايز تاني بيقول لي هات الانسر بتاعت كل واحدة من دول four times five equal what ممكن تيجيلك في الامتحان بالdivide يبقى what divide five equal four باعتبر ان الملتبلاي مش هيجي في الحالتين الانسر واحدة الانسر is twenty نفس الحكاية هنا two times six equal cam برضو ممكن نحولها divide هتبقى what divide six equal two يعني twelve هنا وهنا طيب اهي زي ما قلنا فوق فممكن نحولها احنا ملتبلاي يبقى what time three equals eighteen يبقى الانسر بتاعتي six وهنا six طيب three times four sorry three times eight equal what يبقى نحولها divide يبقى what divide eight equals three يبقى الانسر بتاعتي twenty four هنا وهنا فطبعا الموضوع ده معتمد على حفظة التابلز واحنا كنا بنرجع بنركز عليه طول الترم طيب another exercise calculate the perimeter حلينا سؤال البرمتر كتير of the following shape consider the side length of the small square as a length unit يعني نكتب في الاخر كلمة unit وهو كتب هالي فانا هكتب النمبرز بس وانا في طريقتين اول حاجة ان احنا نعمل counting ونكتب النمبرز يعني one two three هكتب دي three one two three four هنا four one two one two كمان ها one two three four five six seven eight هنا eight ها ودي two ودي كمان تو يبقى four ها three two بعد كده نعمل adding للنمبرز دي كلها بحيث ان انت تقدر تعرف البرمتر كامل غير ما تتلغبط اوكي so when you add them all يبقى ما تجمعهم كلهم هتلاينا الانسر في الاخر twenty eight length units طيب another exercise هنا بيقول لي Salwa bought five kilograms of oranges for six pounds each قلنا each يعني كل واحد فيهم يعني هي اشترت كده five kilos يبقى كل واحد فيهم بsix يبقى الsix عندي متقررة زي ما احنا شايفين كده يبقى six times five one thirty pounds اوكي ها the last exercise اخر exercise في الامتحان بيقول لي the following table shows the number of people participating in some school activities دي مجموعة من التلميذ بيشاركوا في الانشطة المدرسية فانا جايب للتالي اللي هي الماركس وعايزني احولها numbers اتفقنا ندية الحزمة دي عبارة عن five يبقى five و five ten وكمان two يبقى twelve يبقى دي five four لما نعمل counting دي تلاقيها eight ودين ten على طول فاحنا عملنا complete the tables خلاص كملنا table بعد كده complete the representation graph of the number of participants يعني عايزني اكمل من استخدام table فالسكول برودكاست ب twelve يبقى دي مرسومة اول واحدة تاني واحدة هنطلع عند ونرسم لا مفروض اقف هنا هنزل تاني طبعا اتفقنا ان انت المفروض بترسم بالرولر انما انا عشان معيش رولر في برسم بايدي بس انت لازم ترسم بالرولر في الامتحان بعد كده موجودة وبعد كده اومنا طالع لحد واقوم نازل تاني خلصنا كده والتاني موجودة يبقى احنا كده خلصنا كمان الامتحان الاخير زاكر كويس لو في اي حاجة محتاجها اسألني وانا اجاوبك وتمنى انك تبقى كويس وتطلع من الاوائل دلوقتي انت شفت الاجابات الصحيحة للامتحان زي ما اتفقنا ارجع دلوقتي تاني اعمل الامتحان مرة تانية لوحدك وقارن اجاباتك برضو مرة تانية باللي احنا حلناها حيث ان انت دايما تجيب في الفايف اجزامز الفول مارك كلما تلاقي نفسك بتغلط في سؤال ارجع حل تاني السؤال ده محتاج تمالين اكتر ارجع حل الدرس من اول وجديد تفرج على الفيديو بتاعه حل الانسر شيت وارجع تاني وتمنى لكم التوفيق اشوفكم ان شاء الله السنة الجاية باي باي بس خلاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة